تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي حادث تصادم سيارة نقل تريلا بعدة سيارات بطريق الفيوم بالقاهرة الصحراوي ما أصفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بإصابات متنوعة ودهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مدرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وسرعة التحرق والتوالد الفوري لفرق الإغاثة